بسم الله الرحمن الرحيم. اتعلمنا اه تفاصيل تخص الفاريابل زي تغير الفاريابل زي وامي الى ذلك. وشفنا الشغل بيه الرياضيات زي اتنين في تلاتة زي فار ومش عارف ايه. عايزين نشوف النهاردة حاجة اسمها الاسترينج. اه احنا بالفعل شفنا مجموعة من الاسترينجات قبل كده لما بقول كلمة ايام مصطفى وحط من هنا ومن هنا فهو بيلاقي يدور على نهايتها وبعدين يروح يطبعها عادي جدا. عايزين نشوف حاجات بقى شوية عن كده. بص السطر الكود العجيب ده. كاتبين ايام هو لقى هيلقى على اختها هيبقى ايام. كده لقى كلمة ايام. بعد كده لقى بعد كده لقى بعد كده لقى بعد كده لقى في كلمة مصطفى. فهم بطل بقى نقول لقى خلاص احنا فاهمين لو لقى هيدور على لو لقى داب الكود هيلاقى عدو الكود. لو طبعت السطر ده هيشتغل ويديك بردو كلمة ايام مصطفى. طب استنى ده معناه ان احنا عندنا بلاس بيضيف سترينج على سترينج احنا عارفين اتنين زائد ثلاثة بخمسة بس ايه ايام زائد سبيس دي وتبقى ايه سبيس زائد مصطفى دي البيتون بتسمح لك انك انت تضيف انتجرز تضيف كمان تضيف سترينج طب اضافة السترينج دي بتعمل ايه? تعمل حاجة بنسميها معناها انه يضغم الاتنين في بعض يعملهم اضغام كده في بعض فلما هو يلاقي ايام سبيس مصطفى وبينهم بلاس بيبدأ ايه? يعمل كبير فيه التلات حاجات دولة ويطبعهم. خلاص يبقى البيتون بتعمل ايه? هتاخد دي تضغامة هنا وهتاخد دي تضغامة هنا تبقى ايه حاجة واحدة. بالمثل اه احنا ممكن نعرف زي ايام مصطفى. مرة تانية لو عملنا اطباع على زي اللي هيحصل ان هو هياخد باله ان احنا عندنا ده هيروح يجيبه من الميموري بكلمة ايام. واستيار تو هيروح يجيبه من الميموري بمسافة مصطفى. والبلاس هتعمل لهم اضغام في ويطبع علي ايام مصطفى. مش بس كده دي في حاجة اغرب. الضرب. انا لو كذبت مثلا استيار واحد في تلاتة. طب ايه استيار واحد دي عبارة عن ايه? ايام. ايام في تلاتة معناها امسك استيار واحد ده تكرره تلات مرات. فتلاقي ان الاوبت عبارة عن ايام ايام ايام. يبقى احنا قلنا للبلس بتعمل اضغام. الضرب بتعمل تكرار. طيب بص هنا اتنين في استيار واحد زائد استيار اتنين. استيار واحد ده قيمته مين? ايام. اتنين في ايام معناها اكرر ايام مرتين. يبقى ايام ايام. زائد مصطفى يعني معناها اضغم علي مصطفى. يبقى زي ما احنا شايفين بتسمح لي ان انا يكون عندي البلاس والضرب متاح على حتى الاسترينجات. طيب معنا هنا استرينج اسمه هلو. استرينج تلاتة عمنا نعبارها عن استيار واحد زائد استيار اتنين زائد استيار واحد تاني. طيب مين استيار واحد? ايام? لا استنى استيار واحد بقى هلو. خلاص? واستر اتنين مزال مصطفى. خلي باتك. فبقول له استر واحد اللي هو هلو. استر اتنين مصطفى. آآ استر واحد اللي هو هلو. فلو جينا نبص لها ان استقار تلاتة بقت عبارة عن ايه? هلو مصطفى هلو. زي ما احنا شايفين نحن قادرون على اضغام الحاجات وعلى تقرارها عن طريق البلاس والضرب في الاسترينجات. قبل كده كنا تعلمنا تلات انواع من تعلمنا والباكسلاش سينجل كوت والباكسلاش دابل كوت. في نوع اخر من الكاراكترز اسمه ده لما بيتشاف الطباعة بيعرض تاب. بيعرض تاب. التاب اللي هو موجود عندكم في لوحة الكيبورد بتاعتكم. اللي هو بيعرض حوالي ربع خمسة كده. التاب حوالي تمانية لو انت كتبت كلمة هلو باكسلاش تي وورلد هيعرض هلو وبعد كده هبقى ايه? في ضوء تمن سبيسس هيعمل كلمة كاملة. هلو باكسلاش تي باكسلاش تي برضه هيعمل هلو بعد تمانية هينط بعد تمانية هينط يكتب كلمة وورلد. الشاهد يعني انت بمرو الوقت هتتعود عنها هي ما بتطبعش سبيس واحدة بتطبع كزا سبيس بس على حسب طول الحالي. يعني مش بوقت يطبع تمانية سبيس وورا بعضوهم. لا ده وحسب ايه? طول الحالي. الكلمة هلو دي خمس حروف. فهو بكل تمانية سبيس بينط هلو. فحط هنا ثلاثة سبيس. بعد هنا هنا حط تمانية سبيس. يبقى عندنا تطبط الحداشر سبيس. آآ آخر حاجة في تسمح لنا ان احنا آآ نستخدم آآ بالمنظر ده عشان نعمل كومنت اتعلمناه. تنفع تتعامل برضو مع السترينجات آآ داخل الحاجات مختلفة بس دي ساعتها مش كومنت. لو انت هنا مسلا تشوفت ايه تلاتة سنجل كوتس هلو وورلت تلاتة سنجل كوتس. او تلاتة دابل كوتس جملة تلاتة دابل كوتس. دي بيبقى ايه? عادي بتتعمل مع عاملة. طب ايه لازمتها? انفرد انا معايا جملة خليط من السنجل كوت والدابل كوتس. طب انا هستخدم لوقتي ولا دابل كوت ليهم? احسن حاجة تعمل لها انك تحط تلاتة دابل كوتس او تلاتة سنجل كوتس وتستعمل. بالمنظر ده ايه? بتبقى هي رحمتك من السنجل كوت والدابل كوتس. حاجة كمان انها بتسمح لك انك انت تطبع كود على كزا سطر بسهولة. يعني ممكن ايجا اكتب هنا تلاتة دابل كوتس. الجملة دي سطر سطر سطر. اقفل. لو طبعت الكلام ده هيطبع بالمنظر ده. يبقى الدابل كوتس بتسمح لي كمان ان انا اطبع كزا سطر بالمنظر ده بمنتهى السلاسة. احنا كده خلاص خلصنا كنا بتعلم شوات حاجات مختلفة. انا عارف ان بعض المعلومات دي بيبقى غريب بالنسبة لك. عود نفسك كل محاضرة نخلصها توقف الفيديو وتروح تلعب حواريها. اوعى تكمل من فيديو للتاني وتقول ايه? طب نجرب نكمل يمكن نفهم. لا اقف. انا مقسم المحاضرات بصورة. المفروض انك بعد كل محاضرة يتفهمني يتروح تدور على غيري وتفهمني منه يتلعب بالكوت لكن ما تقعدش تسترسل مع المحاضرات. اه. علمكم الله نفعكم ونفعكم بما تعلمتم وزادكم علما والسلام عليكم.